في الفيديو ده هنشوف ازاي نخلي البرنامج بتاعنا ملائم لاي يشتغل عليه. يعني سواء انا عملت اه ليه اللي اشغال عليها باي حجم هيفضل اه ملائم خلاله. ازاي? تعال نعمل بعد كده اه تعال نتكلم عن اه مسلا انا دلوقتي مش اشتغل باللغو بيها اشتغل عليها بشكل عادي يعني. طيب مسلا بيساوي سي تي كي ويندو بالشكل ده او اه سي تي كي بالشكل ده وبعد كده وبعد كده هنعمل بالشكل ده. طيب تعال نديها اه مسلا تيست. تعال نديها جيومتري. هنقول ان هي الف اربعة وعشرين في سبعمية وعشرين. بحيس انها لو فتحت فهديك ده المفروض دي النافذة بتاعتنا. عايزين نعمل ايه? عايزين نشوف حكاية اله ان نخلي اله اللي انا حطها على الشاشة تفضل ملائمة لجميع الاحجام. ازاي الحكاية دي? ممكن الحكاية دي نعمل له عن طريق ازاي? ان مسلا انا هيبقى معايا هسميه اللي بيقل وين مسلا بيساوي سي تي كي دوت سي تي كي ليبل ماشي. وهنحط فيه المصدر انه هو الوين وهنخلي اه اللي هو بتاعه هنخليه مسلا ليبل وين. طيب. وتعال نعمل برضو بيساوي سي تي كي دوت سي تي كي ليبل وخلي المصدر ان هو وين? والتيكست هيبقى ليبل تو. ثانية. ليبل تو. طيب. زي ما انت شايف يعني لسه ما حطتش او او طبعا انت عارف ان انا لو حطته فانا كده ما عملتش اااا ان هو ملايب لحجم الشاشة لا. ده كده هيفضل ثابت الليبل هيفضل ثابت في مكان معين. مهما كبرت وصغرت هيفضل ثابت. ولكن لو انا استخدمت بقى عملت وخليته مثلا وكولوم زيرو. وتعالى نعمل نفس الحكاية بالنسبة ولكن المرا دي هنخليه كولوم بحيس ان انا لو فتحت هلاقي معي حاجة بالشكل ده كده. ولكن في غلطة ان احنا معدلناش ده لايبل اتنين فخليها ليلي بيقل اتنين. طيب. لو فتحت اهلاقي ان انا معي حاجة بالشكل ده كده الاتنين لازقين في بعض كده. طب اه فين هنا رو زيرو فين كولوم زيرو انا مش عارف. زي ما انت او زي ما احنا قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان انت قبل اصلا ما تستخدم الجريد لازم تقسم الويندو اللي عندك صح طب اقسم الويندو اللي عندك ازاي هتعمل كده وين دوت آآ آآ كولوم او جريد كولوم كونفجر بحيس ان انا عايز اقول له انت هيبع عندك كولوم زيرو كولوم واحد طيب انا هكتب كده الاندكس زيرو ده كده كولوم زيرو وبعدين هخلي بتاعه ان هو بواحد زي ما قلنا في الفيديو اللي فات وبعد كده انا عايز كولوم وان فانا كده معايا كولوم وان والويت بتاعه برضو واحد عايز ان انا معايا آآ رو واحد بس فهم ايه الاندكس بتاعه زيرو والويت ان هو ايه ان هو واحد دلوقتي لو انا جيت شغلت هتلاقي فعلا زبطة ان انت معاك ايه معاك واحد موجود في الكلوم رقم زيرو ومعاك واحد الموجود في رقم واحد ارفت منين ما انا معايا ده بتاعه كله و ده بتاعه كله فانا معايا تو او طيب واحد ده كله رو واحد Everybody انا معي رو واحد وتو كولومز بالشكل ده وفعلا الليبلز اتحطت في اماكنها الصح تعالى ندي الوان للليبلز دي يعني انا مسلا هتدي له عشان بس الموضوع يبقى واضح بالنسبة لنا وخلين هو رد وتعالى للتاني ده خلين هو جرين ولو جيت فتحت هتلاقي زي ما انت شايف ده كده بس دي المساحة الكلية اللي هو شغلها وده بس دي المساحة كلية اللي هو شغلها ماشي زي ما انت شايف انا لو انت عامل للويندو هتلاقي فعلا مازال ان موجود هنا في نص الجزء اللي على الشمال و موجود في نص الجزء اللي على يمين صغر برضو موجود في مكانه اا اعمل كده هتلاقي اني فعلا لسه موجودة هو في النص فااا تقدر تعمله عادي وهو لسه موجود في النص بالشكل ده لسه موجودين فحكاية ممكن تستخدمها في كده هنشوف فيها ازاي نعمل الكلام ده مثلا اه لو انا عايز اه زي ما قلت في الفيديو اللي فات عايز اكبر اه بتاع الليبل ده او مش اكبره انا عايز الليبل ده يشغل الصيز كامل احنا قلنا اني اه السل الوحدة من دول لاني دي كده سل ودي سل اه السل الوحدة من دول بيبقى لها ابعاد يعني ايه يعني فوق في حاجة عندي اسمها اه نورس وتحت ساوز ويمين اه ايست وشمال وست صح فانا عايز دايم لها فخلاص كنا بنكتب ان اه اس دابليو اي صح من الفيديوهات اللي من الفيديو اللي فات عاملين كده بحيس ان هنا كده في الجريت دي هكتب ستيكي بيساوي لو كتبت ان بس ده معناه معناه ان ده هيبقى لازق في النورس زي ما انتا شايف لازق لازق في النورس بتاع السل بتاعته طب لو انا خليته ساوز هيبقى لازق تحت صح? زي ما انتا شايف تحت في الساوز اه هيبقى يمين وست ها هيبقى شمال طب تعال بقى كده نخليه معناه او معناه ان هو هيبقى ايه هيبقى من بالشكل ده من طب انا عايزه يملأ بتاعه كامل اللي هو السل بتاعته كاملة فاقول له من يعني هتملأ الاربع ابعاد عندك بالشكل ده كده خد الحجم الكامل بتاعه طب عايز اعمل في نفس الحكاية فهاخده كده وهعملها هنا وهشغل هلاقي ان انا معايا حاجة بالشكل ده دايما مهما كبرت او مهما صغرت واخد نص المساحة واخد نص المساحة لو انا عايز اعمل اه عندي فخلاص هاخد كمان هنا وهعمل له تحت بالشكل ده وهكتب هنا واحد فيبقى انا كده معايا اه كولوم زيرو اه وكولوم واحد ورو زيرو ورو واحد بالشكل ده بحيس ان انا لو فتحت هتلاقي فعلا الاتنين لابل موجودين عندك فوق هنا اهو ليه لان احنا اليقالين ان هما الاتنين في رو زيرو واحد في كولوم زيرو والتاني في كولوم واحد طيب اه دلوقتي انا عايز اه لابل وان ده يبقى موجود في مكانه ده مفيش مشاكل لكن لابل تو انا عايزه يبقى في المكان ده ويمتد برضو في الرو اللي تحته ده يعني عايز ادمك تو روز مع بعض بالنسبة لابل تو فممكن اعمل الحركة دي ازاي ممكن اجي هنا في لابل تو ده واعمل كومة واكتب كده اه انا عايز ادمك تو روز صح فاكتب رو سبان بالشكل ده واقول له اتنين يعني رو سبان يعني هتدمك تو روز بالنسبة لابل اتنين فلو فتحت هتلاقي ان لابل اتنين اه دمج تو روز او اتفرد على تو روز اللي عنه زي ما انت شايف كده بحيس اني لو انا عملت كده هتلاقي فعلا اه الديزاين عندك سابت طيب تعالى اه نعمل نفس الحكاية بالنسبة ليه اه ليبل اه ليبل اه انا عايزه برضو اه ما يبقاش بقى روز بان لا انا عايزه كولومس بان يعني عايز رو وان ده اه انا دلوقتي هعد الليبل تو اخلي انه هو في المكان وان وان ماشي يعني الرو وان وكولوم وان وهشيل الروز بان دي خالص من هنا فاللي هيحصل ايه اللي هيحصل ان ليبل تو هيبقى في المكان ده ماشي ومهما كبرت ومهما صغرت فهم زي ما انت شايف كده سابتين بالنسبة ليبل وان ده ليبل وان انا عايزه يتفرد على الكولوم التاني ده فهنعمل الحكاية دي ازاي فانا عايز ادمج تو كولومس مع بعض صح ففي عندك حاجة اسمها كولومس بان فهاجي هنا في ليبل وان اللي انا عايزه يتفرد على تو كولومس وهكتب كولومس بان ايكوال اتنين عشان ادمج اتنين كولومس مع بعض يتفرد على تو كولومس ففعلا لو فتحت هتلاقي ان هو اتفرد على كولوم زيرو كولوم ايه واحد بالشكل ده وليبل اتنين موجود تحت بالشكل ده عادي طيب هل لازم المساحات تبقى واحدة يعني ايه الكلام ده يعني انا دلوقتي لو عملت حاجة بالشكل ده كده وفتحت زي ما انت شايف مساحة واحد اللي هو ده هي هي نفس مساحة اتنين صح يعني بتاع رو واحد هو هو بتاع رو اتنين طب هل ممكن اغير المساحة اللي هيا اخد ده اه زي ما انتشاف انا دول الروز اللي عندي احنا مدي any الويت هنا بواحد ولويت هنا بواحد لكن انا ممكن ادي الويت هنا بخمس ده معناه ايه معناه ان بتاع رو خمسة اللي هو آآ رقم واحد هيبقى خمس امثال بتاع الرو زيرو فلو فتحت هتلاقي فعلا انا اهو ده عبارة عن خمس امثال ده فده رو زيرو وده رو واحد ومهما كبرت هيفضل كده على طول طيب ممكن اه نعمل ايه ممكن كذلك في الكولوم انت لو جدت يشوف هنا هتلاقي الكولوم ده مثلا اه وكولوم ده الاتنين ليهم نفس الويتس صح يعني الويتس بتاع الكولوم ده هو هو الويتس بتاع ده لأ انا عايز اني اه الويتس بتاع كولوم الاول ده هو اللي يبقى اكبر فممكن اعمل ايه ممكن ايجي على الويتس بتاع الكولوم الاول اخليها اربعة مثلا والكولوم التاني اخليه اتنين او ده معناه معناه ان اه كولوم الاول ده هيبقى ضعف الكولوم التاني او ممكن تخليها اتنين وهنا واحد ماشي فده معناه ان كولوم الاول اللي هو كولوم رقم زيرو يعني هيبقى ضعف الكولوم رقم واحد فلو فتحت هتلاقي فعلا انا كولوم رقم زيرو ضعف الويتس بتاع الكولوم رقم واحد بالشكل ده فالحاجات انت تقدر تتحكم فيها وهتفضل ثابتة طول ما انت بتعمل ده انت عملت هنا بالشكل ده هتلاقي برضو دايما ان الابعاد ما بينهم ثابتة بالشكل ده محافظ على الابعاد اللي احنا متينهاله في الايه في الويت طيب نرجع ده كده تاني واحد ونرجع ده برضو واحد فكده الويت ليهم كلهم واحد بتاع الكولم والروز بالشكل ده طيب تعال نجرب ان احنا نعمل كومنت على السطر ده كده يعني السطر ده عايز اشيله فلا يحصل ان انا مع ايه معايا السطر ده بس ده معناه ان انا بقوله هتشتغل على كولم اللي هو الاندكس بتاع واحد فهل ده معناه ان هو ما عندهش غير الكولم ده بس لا هو عنده فعلا كولم زيرو ليه لان انت اايله ان انت دلوقتي عندك اندكس واحد اهو الويت بتاع واحد فده معناه ان فيه اندكس زيرو قبله اصلا بدليل ان انت بقى لو جيت تفتح هتلاقيه ده كولم زيرو موجودة هو كولم واحد موجودة هو طب معناه ايه بقى ان انت شيلت السطر ده معناه اني انت بتقوله اني اي حاجة هتتحط في الكولوم زيرو ده مش هتديها اي ويت خالص الويت بتاعها هيكون على حسب الوجت اللي محطوط فيها يعني ايه يعني لو انا فتحت كده هتلاقي اني الوجت اللي محطوط في الكولوم رقم اه زيرو هو ليبل ون صح طيب الويتس بتاعه قد ايه الويتس بتاعه صغير قوي على حسب ايه هو نفس الويتس بتاع كلمة ليبل ون صح يعني هو نفس الويتس بتاع الوجت اللي محطوط جواه يبقى الويتس بتاع السل هنا ده تيجي ان انا مش حاطط السطر ده الويتس بتاع السل هو نفس الويتس بتاع مين بتاع الوجت اللي موجود جواه طيب وكلوم ون بقى اللي كان الويتس بتاع هو اللي ملا العرض الشاشة بالشكل ده طيب لو انا امتشايل ده كده رجعته تاني عادي فالمفروض ان هو هيرجع تاني ما فيش اي مشكلة ولكن تعالى ان احنا نخلي بتاع آآ زيرو ده خليه زيرو. ده بيخلي نفس التأثير اكنك شلت البتاع ده خالص. فهو هو نفس التأثير. ليه? لان انت بتقول له كده يعني ايه زيرو? وان انت تدي عندك زيرو ده معناه ان انت بتقول له بتاع ده هيبقى على حسب الوجت اللي محطوب جواه. انما التاني ده هو اللي هيبقى شاغل كل اللي عندك. فلو فتحت هتلاقي هو نفس الحكاية برضو. انه زيرو آآ على حسب الوجت اللي موجود جواه. حجم الوجت اللي موجود جواه اللي هو فهو ده حجمه اصلا. آآ ده حجم الاساسي اللي هو لاني الكلمة اللي مكتوبة جواه بالشكل ده. فهو واخد ادها بالزبط. انما آآ 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 هتلاقيه واخد عندك المساحة كاملة عمل على المساحة كاملة ليه? عشان انت مخلي بتاعه طب تعال كده ندجعها آآ ونفهم تاني على الرو. لو انا آآ خلت في في الرو ده. انه انا شلت السطر ده خالص. فهل ده معناه ان انا معايش رو آآ زيرو? لا انا معايا فعلا رو زيرو بس الرو زيرو ده بتاعه هيبقى زيرو. يعني هيبقى آآ هياخد على حسب الوجت اللي موجود جواه بس اللي هو اللي هو اللي بل. انما آآ هو اللي هيبقى معموله على الاريا كلها. فلو جدت شوف هتلاقي فعلا رو آآ هو اللي تحت ده هو الكبير. انما رو زيرو هو اللي بتاعه صغير نتيجة ايه? نتيجة اني آآ هو خد حجم الوجت اللي موجود جواه بالزبط. وده نفس تأثير اكنك هتخلي الويت هنا زيرو وتشيل ده. فلو جدت شوف هتلاقي ان رو زيرو خد الهيط بتاع الوجت اللي موجود جواه. انما الرو التاني هو اللي حصله بالشكل ده نتيجة ان الويت بتاعه بان. طب هل ممكن اخلي رو زيرو هو الويت بتاعه بان. ورو الويت بتاعه بزيرو. ده معناه اه ده صح برضو. اكد انك بتقول ايه? بتقول ان انا معايا الرو زيرو هو اللي هيحصل له ورو وان هياخد الويت بزيرو. يعني الويت بزيرو يعني هياخد حجم الوجت اللي موجود جواه بالزبط. فلو جدت شوف هتلاقي فعلا انه خد الحجم ده كله كامل. انما خد الحتة الصغيرة اللي تحت دي. ليه? نتيجة انه هو في وده بتاعه اللي يكفي يعني. وطبعا لو جدت انت تعمل هتلاقي هو فاضل سابط على طول على الحكاية دي. بحيس ان هو ما بيتقصرش مهما عملت. تعال اه نرجع ده زي مكان. ونشيل ده. ونجرب على اه حاجة نفهمها اكتر برضو. ان انا هرجع برضو ده هيبقى بالشكل ده. فاللي يحصل ان انا معايا موجودين تحت بعض وخلاص. معايا ده والليبل ده. ماشي. اه طبعا معمليهم نتيجة ان انا مخلي خاصية دي. طيب. عايزين نعمل ايه? عايزين اه نخلي ان رو الاول ده بتاعه صفر. وهعمل هنا ده رو وان هخلي بتاعه واحد مفيش مشاكل. بس انا هعمل رو اتنين بقى هيكون بتاعه صفر برضو. يبقى انا كده معايا رو زيرو لويت بتاعه صفر. رو وان الويت بتاع وان رو اتنين لويت بتاعه صفر. الليبل رقم واحد هحطه في الليبل رقم اتنين هحطه في الرو اتنين بالشكل ده. بحيث اني رو وان مفهوش اي لابل ولا اي حاجة خالص. هو محطوط في الابل زيرو محطوط في الابل اتنين يعني محطوط في اتنين بالشكل ده. طيب. عندما بالنسبة ما فيوش اي حاجة خالص. ده معناي? معناي ايه? ان انا مخلي اني الرو الرقم زيرو ده بتاعه بصفر ده معناه ان هو هياخد حجم الوجهة اللي هو بس ومعنى ان انا مخلي ان رو اتنين بتاعه بصفر يبقى هو هياخد حجم الوجهة اللي هو وهيحصل ما بينهم برو فاضي اللي هو رو واحد لانه ده مش محطوط في حاجة ففعلا لو جدت تشوف هتلاقي ده اللي حصل فعلا اهو ان لازق فوقه تحت وما بينهم فاضي ومهما كبرت وصغرت هيفضل ما بينهم فاضي بالشكل ده ولابل وان فوق ولابل تو تحت بالشكل ده في حركة اختصار كده هو بيعملها بيقولك اي اتنين ليهم نفس الويت يعني سواء اتنين رو او اتنين كولوم بيروح يعملهم ايه بدل ما بيحطها على سطرين كده زيرو واتنين لا هيفتح قصين ويكتب جوها زيرو واتنين بالشكل ده بيحطها في تيوبل يعني وانشيل دي من هن فكده ده معناه ان هو بيقول له الرقم زيرو ورقم اتنين اه الويت بتاعهم زيرو والرقم واحد هو بتاعه بواحد فلو فتحت تليه نفس التأثير ما فيش اي مشاكل عندك يعني اه ده كده بالنسبة لان انت ازاي تتحكم في في باستخدام الايه الجريد وحكاية وازاي تعملها اكسباند زي ما قولنا فدي كلها بتفيد ان انت تخلي التطبيق بتاعك ملائم او البرنامج بتاعك ملائم للايه اه لكزا عندك او اه لاي يعني اه انت تعمل اه لو انت انا هتعمل يعني فهو هيبقى ملائم لأي طيب اه عشان تفهم بقى الموضوع ده اكتر وان انت اه تعرف ازاي تصمم فعلا اه وجهة بقى حقيقية قدامك يعني اللي احنا عملنا ده امثلة بس الكلام ده لكن في الفيديو الجاي هنشوف مثال مش انا اللي هعمله مثال معمول من مكتبه الكاستوم تيكا انتر اصلا المثال ده بيوضح اه الفكرة دي مثال على كل حاجة خدناها لحد دلوقتي بما فيهم الايه الحكاية الصايز بتاع السكرين دي انا عايز البرنامج يبقى ملائم لايه اي صايز هعمله للبرنامج بحيس اني ما لاقيش مسلا ما اجعمل البرنامج الايه في حتة والباقي والباقي فراغ مسلا فالحكاية دي كبتحصل لما انت كنت بتستخدم هنا ما كنتش بتستخدم ولكن اه هنشوف الحكاية دي في الفيديو الجاي على برنامج بقى حقيقي معمول وهتلاقي ان هي اه مظبوطة يعني وتمام